وعجبني أول أنت معترضة على مصطلح comfort zone يعني توصفين بإيه تاني طيب غير كده أصلاً مش فكرة مقولة بس عجبتني جداً هي أصلاً بتتوصف بالdeaf zone اللي هي أصلاً دي منطقة الموت مش منطقة الروحة نهائية من ساعة ما بقيت عضوة في ICF الاتحاد الدولي للكوتشنج واشتركت كمان في الإيفنت اللي بيحصل مرة كل سنة أسبوع الكوتشنج العالمي كل شوية تعرف على كوتش جديد وكلهم الصراحة متميزين جداً وافتكرت إن ده اللي حصل معي برضو لما درست الكارير كوتشنج مع بقية زميلة من كل الدفعات وعشان كده ساعتها عملت الكارير كوتشز awareness campaign وقلت لازم بقى أعمل awareness campaign number two مخصوص للICF members واستضيف كوتشز من كل التخصصات مش الكارير بس positive psychology parenting relationships وكل حد فيهم متخصص كمان في موضوع معين يشارك بيه في الانتروفيو ده ويتكلموا عنه إزاي ممكن نطبقه كمان عشان أنتوا عارفين أن بيفرق معايا قوي موضوع التطبيق ده مايبقاش فيه كلام نظري بس يبقى كمان فيه تطبيق عملي على مدار الأسبوع ما بين الحلقة والتانية في الـ podcast عشان يكون فيه تغيير حقيقي مش استفادة نظرية بس يلا بينا هلو يا ماروة هلو يا نيفين عاملة ايه؟ جود أهلا بيكي في Coaches Awareness Campaign ومبسوطة قوي أن أنت معايا النهاردة ومتحمسة جدا لساشرانك تعايتنا عشان في حاجة كترة جدا عايزة أتقالك عليها وعن الشغل بتاعك حاجات سميك جدا فتعايي نبتدي كده من أنت تتعرفي نفسك اوكي أنا كمان مبسوطة جدا أن أنا معاك يا نيفين وسعيدة بالميتينج ده صراحة أنا ماروة عبدالعليم طبعا في البداية قبل أي تعريفات أنا زوجة وام وأصلا الـ background بتاعتي كمان معلمة لفئة سنوي طبعا وابنة وأخته وكل الألقاب الجميلة الحلوة دي بداية كان هدفي الأساسي صراحة أن أنا عايزة أربي أولادي كويس فأنا عندي ولد وبنت البنوتة تسع سنين والولد سبع سنين فجينا في أيام الكورونا وبدأنا أننا قاعدين في البيت فحبيت أن أنا أتعلم حاجات علشان أبدأ أن أنا أربيهم فالقيت نفسي بدأ أخد دورات كتير أخدت دورات استشارات تربوية مستشار تربوية معتمد أخدت دور تدريب المدربين كانت آخر حاجة بقى واللي أنا مستقرة عليها دلوقتي كانت في الكوتشينج الحمد لله سيرتفايد بروفيشنال كوتش خاصة ترانسفورميشنال ماينسيت كوتش من الإي سي إف وإي سي إف ميمبر وده اللي أنا حاليا بقى بعمل فيه الكارير بتاعي يعني ومشي به كل الحاجات دي طبعا كانت في الأساس إن أنا عايزة أتعلم مهارات وإزاي إن أنا ربي أولادي بطريقة متطورة إيجابية غير البرمجة اللي إحنا كنا معتدين عليها ولقيت نفسي كمان يعني متحمسة أكتر لإن أنا معلمة ولقيتني معلمة لمراهقين فإزاي توفقين بين دا وما بين دا وبرضو تسيبي فيهم بصمة إيجابية لأن أنا كنت بحب جدا الحديث الشريف لما رسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم فانقطع عمله إلا من ثلاث يعني فولد إن صالح يدعو له صدقة جارية أو علم ينتفع فحسيت إن التلاتة كلهم مربوطين ببعض وفي الآخر إحنا عايشين في الدنيا مرة واحدة يعني وسايبينها وماشيين فعايزين نسيبها بخير يعني أيوا يبقى فيه لاجسي كمان يا مروة فعلا بحسي فيه حاجة فعلا مشتركة بين أغلب الكوتشز يعني إن بيبقى دخلين مش دخلينه عشان نبقى كوتشز بيبقى دخلينه عشان إحنا مهتمين بالموضوع ده وعايزينه لينا إحنا ولما بنشوف قد إيه هو أفدنا إحنا شخصيا في حياتنا وفعلا عمل تغيير بنبقى مش قادرين نستنى إن إحنا ننقل دا كمان للناس التانية شغلك عاملك أزمة ومش عارف تبتدي منين لما تنضم للكارير كوتشن كلاب هتاخد قرارك برؤية واضحة وتنمي مهاراتك عشان تحققها الكارير كوتشن كلاب عبارة عن كل ستاج بتاخد ماكسيموم فور ويكس أول ستاج إن فيجين فور أدسيجن جويها الفاليوز موتيفاشن وإنترست ولايف برپس تاني ستاج رايز فور براندين فيها السي بي لينكد ان انتر فيو وابريزل تالت ستاج تشامبين فور جروث فيها مانجمنت ليدرشيب كميونيكيشن سكيلز وماني تايبس وماني تايبس وماني تايبس وماني تايبس وماني تايبس وماني المسندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء انريتش كوميونيتي اللي هيكونوا هما كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده ادخل على www.navinzahirrostom.com وتجوين the coaching club صح يا نفين انت عرفة أصلا في البداية أنا لما لقيتني في موضوع التربية وكده والتدريس حسيت إن مش هقولك نفاق بس ما ينفعش إن انت تدي حاجة انت نفسك مش بتعمليها إن انت تقولي اعمل كذا وانت ما بتعمليش أو فكر بالطريقة دي وانت ما بتفكريش فبدأت الوعي صراحي يجيني بإن إحنا أصلا مبرمجين على معتقدات كانت قبل كده يعني غير الحلال والحرام دي معروفة فما بنتكلمش فيها لكن إن انت يعني عايش حياة بمعتقدات ناس كانوا قبلك هما اللي حطوها إن لأ ده المفروض تعملي كذا ده المفروض ما تعمليش كذا أوكي بعيدا عن الحلال والحرام فده معروف طب أنا أقول لولادي فكروا مثلا بطريقة فلانية مش مهم إن انت فشلت مرة لا حاول تنجح تاني وانت بنفس العقلية بتاعت زمان فحسيت إن أنا مش هعرف أفدهم من غير منازة نفسها تغير فالكوتشنج عجبني في كده لأن دي الوسيلة اللي كانت يعني اكتشفت بها نفسي فتم دي وصراحة حسيت إنها حاجة جميلة تأثري في نفسك وتغيري فيها تبدأ ولمسينه فعليا هيتشجعوا لنقطة دي بالضبط حلو جدا يا مروة طب قولي بقى انت بتكوتش مين أنا ما يمكن أنا بكوتش أولا اللي هما الووكينج وومن اللي هما بالذات الستات اللي بيشتغلوا طبعا وستات يعني أمهات وزوجات فالفئة دي لأن أنا لمستها يعني أنا أصلا فيئة ستات بنشتغل مع بعض الومن مع بعض وكده فحسيت إن فعليا الواحد لما بيعيش في الموضوع بيحاول يغير بالطريقة اللي فعليا هتغير إن أنا لقيت الستات الاشتغل دي عندها أحيانا عقبات بإنها إزاي توفق وتوازن ما بين جوانب حياتها إزاي ووازن ما بين الشغل والبيت والأولاد والعلاقات الاجتماعية بقى ما بين الصدقات والأهل والحاجات دي كلها إزاي توفقي وتوازني ما بين دول كلهم إزاي أصلا إن أنت تعملي حاجة بتحبيها وأنا شايفة من النقطة دي هنا أمان فأنا خايفة أجرب حاجة تانية اللي أحسن ممكن ما تنجحش فإزاي أطلا أطلع بالكومفورتزون دي وهي أصلا مش كومفورتزون خالص يعني أيضا فحبيت أنا هما الفئة دي لأن فعليا بتحسيهم لو ما عندهمش وعي باللي هما فيه وإزاي يخرجوا من النقطة دي بتحسيهم فعليا نستقن أنا وقفة أنا مش عارفة أعمل إيه أنا أصلا بيجي عليها وقت ومش عارفة هو أنا عايشة ليه طب أنا بعمل إيه في حياتي يعني الفئة دي أنا بحبها بحب النقطة عشان كما أنت أكتر حدة هيبقى حس بيهم لأن أنت كنت عايشاها واختبرتيها فأنت حس بيهم وعجبني أول أنت معترضة على مصطلح comfort zone يعني توصفين بإيه تاني طيب غير كده أصلا مش فكرة مقولة بس عجبتني جدا هي أصلا بتتوصف بالdiff zone اللي هي أصلا دي منطقة الموت مش منطقة روحة نهائية أنا حاكمة نفسي من حاجات عشان خايفة أجرب مع أن على فكرة يعني زي ما بنقول اللي بتخاف منه محش أحسن منه فلو جربنا فأنت اي حاجة أحسن أيوة صح الكتب متراكمة عندك ومش لاحق لتقرأ ولا تتسكف لما تنضم للبوك كوتشن كلاب هتخلص أربع كتب في الشهر الواحد وتطبق اللي اتعلمتوا منهم وتلاقي مني المسندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء enrich community اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده ادخل على طيب وانت باي مروا لما بتعادي مع الناس دي عشان تكوتش دم ايه البراسس كده اللي بتمشي بي تمام ايه انا بتعامل مع من خلال ثلاث حاجات اه اه مقتنعة بيهم ومشي بيهم في حياتنا صراحة اول حاجة روحي ايه اللي هي روحي دي هي دي ربنا الدهالي فلازم أحافظ عليها فما ينفعش ان انا اعزبها فلازم يكون عندي سلام داخلي عندي راحة اه مبسوطة بالحياة اصلا مش لازم اعمل حاجة معنا عشان بقى سعيدة لا هو انا سعيدة حتى بالحاجات اللي هي الصعبة اللي بتحصل لنا دي يعني دي رقم واحد احنا بنمشي نشتغل على الروح الاول اللي هو ان السعادة دي مش هدف جماعة عشان اوصله لا ده بالعكس ادي وسيلة عشان احقق اهداف تانية كتيرة واستمتع بحياتي النقطة التانية اللي هو ان الحياة اللي احنا عايشينها دي اداة انا جاية فترة على سطح الارض اللي انا عايشة فيها دي فترة وماشية طب انا هستخدم بقى الحاجة اللي انت بتعمليها فدي برضي بنشتغل عليها في النقطة التانية ودي اصلا اللي انا بتكلم بيها من الكورس بتاعنا بقى اللي هو اعادة بناء الواقع لو انت تكلمي اي حد من ظروف من معيشة يقولك هو ده الواقع طب يا جماعة يعني ينفع كده ده هو الناس ماينفعش ما بتتغيرش لا هو ده هو ده كده ولازم تردي ايوه ما فيش فايدة ايوه ما فيش فايدة اغضي بقى وسكوتي فلا انا حسيت ان لأ ان احنا بقى بنعيد بناء الواقع ده انا قادرة ان انا اتعمل بي لانه هو في الاول في اخر فكرة صراحة فكرة ومزروعة فلا انا اغير الفكرة فهغير الحوالية كله فدي تاني نقطة اللي هي ان الحياة ده انا بدء ان نشتغل عليها النقطة التالتة اللي هو حياتي دي بتاعتي ما حدش لي علاقة بيها مش لازم انت شايفني ازاي فانا احققلك اللي انت شايفه يعني لا انا دي حياتي انا انت عشتها بالطريقة اللي ترضيك انا عايزة عيشها بالطريقة اللي ترضين خاصة برضو هرجع لنقطة احنا مش بنقول ان انت فارد درعتك واخد الدنيا بلطجة يعني لا بس انت لو بتأذي حد اللي ما بتعمليش حاجة حرام ما بتعمليش حاجة يعني تعيبك في حاجة فخلاص عيش الحياة يعني دي حياتك وربنا خلقك في الارض فاعشيها زي ما انت عايزة بس حلوة قوي ان اخر نقطة بالذات رجعت فعلا لأول نقطة انت ذكرتيها فكرة اننا تخلص من المسلمات اللي احنا يعني ايه فاكرين ان هي دي الحقيقة الوحيدة من غير ما نبقى بنفكر وهي مجرد معتقدات وممكن تبقى شخصية وفردية وان انت بصيتي للحياة على انها هدية وعلى انها اداة يعني عشكية فعلا انا انترست جدا في كل البروستس بتاعك انه ويعني زي ما يكون كده سيكرت تو اهابيير لايف يعني زي ما تقولي فعلا ان احنا نريكنسترك الرياليتي لما حد بيسمعي دلوقتي ويبقى ايوه ده لنا عايزه ايه اول خطوة ممكن يعملها هل في حاجة يشوفها حاجة يحلها ايه اول خطوة ممكن يعملها اللغة مزرجينا معاك ومش بتجرق تتكلم قدام حد لما تنضم للانجوش كوتشن كلاب هتعمل براكتس وتصلح اللي بتقع فيه وتكتسب الثقة اللي عايزها للانجوش كوتشن كلاب فيه different topic every week زي سلف استيم conflict management presentation skills decision making business writing shopping emotional intelligence وغيرها كتير around 50 topics وتلاقي مني المسندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء enrich community اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده ادخل على www.nevinzahirrostom.com وتjoin the coaching club احنا أول خط وقلناها نحنا بنهتم بروحنا الأول لأن طول ما أنا يعني عندي سلام داخلي وزي ما بنقول كده فيه راحة نفسية فأنا مهيئة لكل حاجات التانية فالنقطة دي اللي بنعمل فيها في الأول أنا عامل أصلا free training بتكلم إزاي كل واحد يكتشف السعادة الخاصة به أو طريقه للسعادة عبارة عن إيه وتعرفه لأن بالذات السعادة والسلام والحاجات اللي هي المعنوية دي تلاقي بتختلف تعرفها من الشخص التاني يعني أنا السعادة بالنسبة لي حاجة ممكن يكون تعرف بالنسبة لك حاجة تانية فالنقطة دي أول حاجة شغلة عليها فعملت عليها free training أصلا ثلاثة أيام بحاجات التهيئة اللي هي التمارين بقى الكوتشز اللي هي فعليا توصلك للنقطة اللي أنت عايزها أصلا أنا كمان نعرضه على linkedin وعا الفيسبوك والإنستجرام ففي النقاط دي دي أول مقطة شغلة فيها الخطوة التانية بقى اللي هو الكورس بقى الكبير اللي هو نبدأ نعيد بقى الواقع يا جماعة غيحنا نفسينا فنبدأ بالواقع حلو جدا فأول حاجة أنهم يحضروا الترينيج ده عشان يعرفوا إيه معنى الهابينيس عندهم والتانية خطوة بقى أنهم يبتدوا في البروغرام ويقدروا يتواصلوا معيك على السوشال ميديا بلاتفورمز اللي أنت ذكرتها حلو جدا أنا أحط كل اللينكز ديت برضو على الفيديو عشان يعرفوا تكونتكت يو طيب إيه كده يا ماروة والله يعني أن أنت هتعيش مرة واحدة فعيشها بأجمل ما فيها لأن كده كده احنا عايشين سواء عجباك مش عجباك انت عايش وكده كده احنا بنبزي المجهود فلو احنا بزينا المجهود بإيجابية يعني ومش الإيجابية السامة لا بس بطريقة كده وعية وتفكير وعي هنوصل للحاجة اللي احنا عايزين هنستمتع بحياتنا سواء عيشنا يوم عيشنا سنة عيشنا عشر سنين ف الفترة اللي أنا عيشها فعليا أعيشها أحلم فيها يعني لأن الناس بتبقى شايلة الحياة على اكتفها لأ طلحها من اكتفك وحطها في قلبك وعرف إن أي حاجة أنت عيشها هي بتهيأك لحاجة أحسن وحاجة أفضل فاستمتع بيها صحة جدا يا مروة thank you so much وعلى كل الكلام اللي انت فعلا بتشاركي من قلبك thank you يا مروة مش بتبقى في ساشن تانية إن شاء الله الله يكرمك يا رب أنا بشكرك جدا صراحة على الميتينج ده وعلى كل اللي قدمته لي يعني شكرا يا مروة جدا see you soon see you soon bye انا بي bye